السلام عليكم. كانت منكم تكونوا كلكم باخر و الاخر اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم واحد طاجين ديال الشيفلور و الدجاج دب الموسم دياله من الاحسن نستغل له هرا هو مفيد ومزيان عدنا طريفات ديال الدجاج وعدنا واحد الحبة ديال الشيفلور اللي كنشدوها كننقي وهو كنغسلوها مزيان من الماء بالماء ومن بعد كنديرو في هاد الماء كنديرو في قطرات ديال الحامض وشوية ديال الملحة او قطرات ديال الخل عدنا جوش حبات ديال البطاطا ثلاثة حبات ديال جزار بصلة واحدة ماطيش واحدة جوش حبات ديال التو واحد الففلة حارة نس كاس ديال الزيت الموهم على الحساب اشنو كاتبغيو وش كاتبغيو اللي دام ولا لا تقدرو تديرو اقل غادي نبدو ان شاء الله في الشرمولة كان اخدو واحد المعلقة كبيرة ديال القزبر ومادنو سليم قطعين على هات الشكل غادي نضيفه لهم اه جوش حبات ديال التوم اولا جوش فصوص ديال التوم نص معلقة صغيرة ديال الفلفل اسود نص معلقة صغيرة صغيرة اه هادي ديال القهوة ومعلقة صغيرة ممسوحة ديال السكنجبير معلقة صغيرة ممسوحة ديال الكوركم شوية ديال الملحة وتقدرو اللي بغيتو تضيفو اضافة ديال الفلفل حمراء يعني راس المعلقة يمكن لكم وعنديرو كاس الماء صغير هاد الكاس الصغير ديال الماء اللي باش نخلطو هات شرمولة مزيان وغادي الرقضو في هات الجاش وبالنسبة للجاش كيبقى على حساب العدد الاشخاص اللي عندكم في الدار تقدرو تديرو فخيض فقط المهم بالنسبة للبنات المبتدئات وبالنسبة للرجال اللي ملا يمكن لكم تديروه ودديرو داك شي اه كل شي منو حاجة حاجة كان اخدو واحد طاجين وكان ديرو فوق النار على وحد الحديدة ومن بعد كان نضيفو له داك نص كاس معا مرش ديال الزيت وكان ديرو الدجاج ديال ناو ديك الشرمولة اللي تبقات ودك المميها كان حطوها فوق الدجاج بحل اللي كتشوفو كان غطيو على هات الجاش وكان خليو تتقلش شوية ماشي بزاف غا بنبن شرب ديك العطرية ديالو نقلبوه على جهات دا برا قليتو قلبتو مزيان ولكن بقى في ديك المميها مني كيتشرب هاد العطرية وكيولي على هاد اللون يعني بده كيتحمر صافي كندير فيها هاد البصيلة من بعد ما شلطتها تقدرو تشلدوها كيف ما تقدرو تقطعوها شرائح بحل بحل اللي بغيتو صافي كنجيبو هادوك الخزويات اللي قطعت ونقعت كنديرهم هم الاولين قال حاجة اللي كتشطيها بكنديرها هي الاولاف على تشكل من بعد كنجيب البطاطة ديالي اللي كان قطعها دوائر تهيا كنحطها على تشكل وبالنسبة الى ما بغيتوش تديرو الخزوي ما تديروش ماشي مشكل وانو ما بغيتوش تديرو البطاطة ماشي مشكل لبغيتو تديرو غاش شفلور بوحديته حت المشاهدة اللي طلبت مني طلبت مني تجاج والشفلور صافي كنجيب داك الشفلور وكنبدن نسفو بالنسبة داك المالي كان فيها ما كانو غسلوش منو كيبقى مالح ومحمد كنزيد داك الموتيشة تهيا الفوق الفلفلة كنجيبو حد الكاس صغير ديال الما ليكون سخون او لطايب وكنوضعو في الطاجين من جناب ديالو ما تديروش المبارد اللي درتو المبارد كيتطرطق لكم الطاجين علاش حت هو سخون وكتخوو فيه المبارد يعني بحلا اه مهم كيتطرطق هاديرا معروفة كنديرو واحد شوية ديال الملحة فوق البطاطا وشوية ديال اللي بصار وكنزيدو واحد شريحة ديال الحامض مصير صافيو كنغطيو على الطاجين كنزيدو شوية ديال المعدنوس من الفوق وبزاف ديال التساؤلات اللي كيجيوني على الطاجين بانه كيتحرق لهم بغاو شي حاجة اللي ما تخليش الطاجين يتحرق غادي نعطيكم واحد سر باش ميتحرقش لكم الطاجين ملتحت اش نغسكم تديرو غناخدو واحد المعلقة هيا وغادي نديرو هال تحت من دجاج والخضراء علاش هاد المعلقة هيري كتخلي ديك الماراق تيجي تحت دجاج وما يخليه يتلسق مع الطاجين وحاجة اخرى مني كنكون الطاجين يلا وضعنا في الخضراء كتكون البوطة يعني متوسطة غا هي الخضراء والماراق تيغلة كننقصو النار تماما ما كنخليوش البوطة مجهدة او لا النار مجهدة يعني كنخليوه مهيلة باش كيطيب لنا الطاجين زوين وما كيتحرقش وبدون مشاكل من بعد كن بدون نهزو الماراق دينا وكنوضعوه فوق الشي فلور باش كيتبنن من ديك الماراق وباش كيشدك اللون الاصفر من ديك الماراق بحالي كتشوفو وهاد الطاجين ارا ما تشبعوش منو ما نقولش لكم كيتيجي من اروع ما يكون راكم عارفين المغاربة اللدة هي الطاجين وحنا دائما كنقلبو على البنة واللدة هادشي اللي كنقلبو عليه والطاجين باش يجيك بنين والديد اشنو خصو مخصوش الماراق بزاف دا بادرنا المريقة مني طاب كيباليكم المريقة ديالو اختارت ولات خاترة بحالي كتشوفو كنوريها لكم وكنعودها انتو ما ما نخليوش فيه البلول بزاف كيما نقولو بالدريجة اولى الماراق ما نخليوش هادك الماراق فايد بيه ما يجيش بنين خصنا نقحوشي شوية يلاجاكم الماراق كتير غادي تعريو علي وتخلي تتبخر شوية داك الماراق باش نحطو داك الطاجين باش كييجي لديد وغزال وكيف ما بغيتو وبصحة والراحة وما تنسوش يلعجبكم هاد المحتوى ديالهاد الفيديو ما تنسونيش في اللايك والبرتاج والاشتراك في القناة علام سواعد وبصحتكم وراحتكم واسودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة علام سواعد 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 اشتركوا في القناة علام